هنتبه الشر التربوي السقر رقم 69 يدور معنى المنهج بمفهومه القديم حول رقم ألف معلومات وحقائق ومفاهيم تعمل المدرسة على اكتبها للتلاميذ رقم به خبرات مربية داخل المدرسة وخارجها تساعد على النمو الشامل رقم جيم الأنشطة الصفية واللصفية التي تقدمها المدرسة للتلاميذ رقم ده الجميع ما صبق صحيح المدرسة بمفهومها القديم كانت بتدور حوالين رقم ألف معلومات وحقائق ومفاهيم تعمل المدرسة على اكتبها للتلاميذ ما كانتش بتهتم إلا أنها تدي المعلومات للتلاميذ بس يبقى الإجابة رقم ألف معلومات وحقائق ومفاهيم تعمل المدرسة على اكتبها للتلاميذ السؤال رقم 70 يركز المنهج بمفهومه التقليدي القديم على المفهوم القديم للمنهج ن fibre mhammaric 1 ganz scrambledment, 1 1. النمو الشامل للطالب 2. بالنفذ 2. الناحية الجسمية للطالب 3. ing 3. اكساب المادة العلمية 4. rule тел 5.القنا والانشطة المدرسية الإجابة تبقى 10. 称 la rlada, 1. 1. مفهومه التقليدي 1. وفي المدرسة المفهوم الحديث يبقى يركز المنهج بمفهومه التقليدي القديم على المنهج كان بيركز قديما على اكسب المادة العلمية رقم G السؤال رقم 71 جميع ما يلي من عيوب المنهج بمفهومه القديم عدم رقم ألف عدم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين رقم B اهمال حاجات وميول ورغبات المتعلمين رقم G اهمال المادة العلمية والتركيز على الأنشطة رقم D تضخم المقررات الدراسية بيقول جميع ما يلي من عيوب المنهج بمفهوم القديم عدم رقم به اهمال حاجات وميول ورغبات المتعلمين السؤال رقم 72 يقصد بالمنهج الدراسي رقم ألف الكتاب المدرسي رقم B الخطة الدراسية المكونة من مجموعة المقررات الدراسية رقم G طريقة التدريس رقم D جميع الأنشطة والخبرات التي تقدمها المدرسة للطالب المنهج الدراسي يقصد به جميع الأنشطة والخبرات التي تقدمها المدرسة للطالب المنهج ليس الكتاب المدرسي ولا طريق التدريس ولا خط التدريس جميع الأنشطة والخبرات التي تقدمها المدرسة للطالب هذا المنهج السؤال رقم 73 واحدة مما يلي ليس من مميزات المنهج بمفهومه الحديث رقم ألف التركيز على النمو الشامل رقم به مراعاة الفروق الفردية رقم G مراعاة الحاجات والميول رقم دال المعلم محور العملية التعليمية واحدة مما يلي ليس من مميزات المنهج بمفهومه الحديث أن المعلم يكون محور العملية التعليمية في المفهوم الحديث الطالب هو محور العملية التعليمية يبقى التركيز على النمو الشامل من المفهوم المنهج الحديث مراعاة الفروق الفردية مراعاة الحاجات والميول يبقى ليس من مميزات المنهج مفهوم الحديث المعالم يكون مهور العملية التعلمين. السؤال رقم 74 الفرق بين المنهج والمكرر. المنهج اعام واشمل من ifr11 رقم sert 2008 رقم بهالمكرر اعم واشمل من يمنهج. رقم جيم ليس لهما صلة تربطهما. رقم ذلك المنهج هو نفسه المكرر. تبقي الاجابة رقم الف. تابيع الاجابة الرقم الف في المنهج اعم واشمل من المكرر. تاني رقم 74 يقول الفرق بين هم المنهج والمكررا? هاتبقى اللي جابه رقم ألف المنهج أعم وأشمل من المقر الشرح المنهج بمفهومه القديم ومتطلباته ونجده المنهج بمفهومه القديم مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تعمل للمدرسة على إكسابها للتلاميذ بهدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم عن طريق الإمام بخبرات الآخرين والاستفادة منها يبقى المنهج بمفهومه القديم كان بيركز على حاجة واحدة إنه هو يدي المعلومات للطالب عشان يطلع للحياة ويعرف في إيش في الحياة المنهج بمفهومه القديم كان بيدي مجموعة من المعلومات والحقائق والمفاهيم المدرسة بتعمل على إكسابها للتلاميذ الهدف منها إيه؟ إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم على طريق الإمام بخبرات الآخرين عشان يبقوا عندهم إلمام بخبرات الآخرين والاستفادة منها طب متطلباته تحديد معلومات المادة وتوزيعها على المراحل الدراسية وإعداد كتبها وتوزيع الموضوعات على الأشهر وتحديد الطرائق والوسائل التعليمية دي متطلباتها طب النقد بتاعها المتطلبات بتاعتها اللي هي المدرسة العادية المعلومات بنوزعها على المراحل الدراسية بنعد الكتب ونوزعها على الأشهر ومنحدد الطريقة والوسائل التعليمية النقد للمدرسة القديمة إن هي كانت بتركز على المادة العلمية فقط بتهمي للنمو الشامل والميول وتوجيه السلوك عدم مراعاة الفروق الفردية التعود على السلبية تضخم المقررات وعدم ترابط المواد إهمال الجانب إلى عمل والأنشطة ويؤدي إلا الملل في سؤال رقم 71 كان بيقول جميع مالي من عيوب المنهج ومفهوم القديم عادة إهمال حاجات وميول ورغبات المتعلمين كل اللي كان عدم مراعاة الفروق الفردية دي من عيوب المنهج القديم إهمال المادة العلمية والتركيز على الأنشطة كانت برضو من عيوب المفهوم القديم وتضخم المقررات الدراسية إنما إهمال حاجات وميول ورغبات المتعلمين مش من عيوب المفهوم القديم يبقى النقد بتاع المفهوم القديم للمنهج أول حاجة التركيز على المادة العلمية فقط إهمال النمو الشامل والميول وتوجيه السلوك عدم مراعاة الفروق الفردية التعود على السلبية تضخم المقرارات وعدم ترابط المواد إهمال الجانب العملي والأنشطة ويؤدي إلى الملل المنهج بالمفهوم الحديث مجموعة الخبرات المربية التي تهيئها المدرسة للتلاميذ داخلها أو خارجها أي منشاط أو أنشطة قد خارج المدرسة أو أي منشاط داخل المدرسة تعتبر بمفهوم الحديث تهيئها المدرسة داخلها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل في جميع جوانب الحياة نموا يؤدي إلى تعديل سلوكياتهم ويعمل على تحقيق الأهداف المنشودة يبقى المنهج بالمفهوم الحديث كان بيهتم بكل الجوانب مش بيهتم بالجانب العملي بس أو هو يطلع إنسان بس يكون يعرف يعيش في الحياة بيتهتم بجميع الجوانب مميزاتها التركيز على النمو الشامل للتلاميذ مراعاة الحاجات والميول والفرق الفردية توجيه السلوك الإيجابية في التعلم الاهتمام بالجانب العملي والأنشطة تاني بقى مميزاتها التركيز على النمو الشامل للتلاميذ مراعاة الحاجات والميول والفرق الفردية توجيه السلوك الإيجابية في التعلم الاهتمام بالجانب العملي والأنشطة يبقى المنهج مفهوم الحديث بيرعي كل الجوانب أما المنهج بالمفهوم القديم ما كانش بيرعي الفرق الفردية ما كانش بيهتمش إهمال النمو الشامل والميول والتوجيه ما كانش بيركز على المادة العلمية بس بيهمل الجوانب بيهمل الجانب العملي والأنشطة والده اللي بيؤدي للملن عندنا السؤال رقم 75 المقصود بالأسس الفلسفية للمنهج رقم ألف العقائد والمبادئ والأفكار ولا رقم بيه المبادئ السيكولوجية للتعلم ولا رقم جيم المؤثرات القوية للمجتمع ولا رقم دال جميع ما سبق هتبقى الإجابة رقم بيه المبادئ السيكولوجية للتعلم يبقى المقصود بالأسس الفلسفية للمنهج الأسس الفلسفية هي المبادئ السيكولوجية للتعلم للأسس الفلسفية للمنهج المبادئ السيكولوجية للتعلم تاب السؤال رقم ستة وسبين مؤثرات المجتمع التي تؤثر في المنهج وتوجهه لتحقيق أهداف في الحفاظ على تماسكه وهويته وتراثه انسجاماً مع الفلسفة التي يؤمن بها المجتمع تبقى رقم ألف الأسس النفسية للمنهج رقم به الأسس الاجتماعية للمنهج رقم جيم الأسس الفلسفية للمنهج رقم دال الأسس الدينية للمنهج تبقى لجابة رقم به الأسس الاجتماعية للمنهج مؤثرات المجتمع يبدأ بمؤثرات المجتمع اللي بتؤثرها في المنهج يبقى الأسس الاجتماعية للمنهج مؤثرات المجتمع اللي بتؤثرها في المنهج وتوجهه لتحقيق أهداف في الحفاظ على تماسكه وهويته وتراثه من اسمها مؤثرات المجتمعي بالأسس الاجتماعية للمنهج السؤال رقم 77 الأساس النفسي للمنهج يعني رقم ألف الأفكار والمعتقدات وأنماط السلوك المراد غرسها ولا رقم به مطالب المجتمع الحالية والمستقبلية التي يسعى إلى تحقيقها ولا رقم جيم المبادئ السيكولوجية التي توصلت إليها دراسات علم النفس والرقم دال الخبرات التي يتم إتاحتها للفرد لجعله واعيا بمجريات الأمور هتبقى الأسس النفسية للمنهج رقم جيم المبادئ السيكولوجية التي توصلت إليها دراسات علم النفس الأساس النفسي للمنهج هو المبادئ السيكولوجية التي توصل إليها دراسات علم النفس السؤال رقم 78 أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد وتشير إلى تغيرات كبرى منتظرة في سلوك المتعلم هي الأهداف رقم ألف العامة رقم به الخاصة رقم جيم الوسطى ولا رقم دال السلوكية هتبقى الإجابة رقم ألف العامة يبقى أهداف تتصف بالعمومية والشمولية تبقى الأهداف العامة السؤال رقم 79 الأهداف التربوية العامة ترتبط بفلسفة رقم ألف المدرسة رقم به إدارة التعليم ولا رقم جيم وزارة التعليم ولا رقم دال الدولة هتبقى الإجابة رقم دال الدولة الأهداف التربوية العامة ترتبط بفلسفة رقم دال الدولة السؤال رقم 80 الأهداف الأقصر عمومية هي الأهداف رقم ألف السلقية رقم ب التعليمية رقم جيم التدريسية رقم دال التربوية هتبقى لي جيبا رقم دال التربوية يبقى الأهداف الأقصر عمومية هي الأهداف التربوية السؤال رقم 81 أي الأهداف التالية يمثل هدفا تربويا عاما رقم ألف أن يرسم الطالب مسلسا قائم الزاوية رقم B أن يذكر الطالب أسباب التلوث البيئي رقم G أن يطور الطالب اتجاها إيجابيا نحو القراءة رقم D أن يربط الطالب بين الصورة والكلمة الدال عليها الأهداف التربوية بيقولك الأي الأهداف التالية يمثل هدفا طربويا عاما يبقى الإجابة رقم G أن يطور الطالب اتجاها إيجابيا نحو القراءة أسس بناء المنهج يبنى المنهج على مجموعة من الأسس ويتأثر بها وهي فيه الأسس الفلسفية والأسس الاجتماعية والأسس النفسية الأسس الفلسفية مجموعة العقائد والمبادئ والأفكار التي توجه حياة الأفراد فتصبح وظيفة المنهج حينئذ غرس تلك العقائد والأفكار في نفوس المتعلمين الأسس الاجتماعية مؤثرات قوية للمجتمع تؤثر في المنهج تصميما وتخطيطا وتطويرا وتوجهه لتحقيق أهدافه في الحفاظ على تماسكه وهويته وتراثه وفيه انسجام مع فلسفة المجتمع بالأسس النفسية المبادئ السيكولوجية التي توصلت إليها دراسات وبحوث علم النفس حول طبيعة المتعلم وخصائص نموه وحاجات وقدراته يبقى عندنا الأسس الفلسفية بتهتم بالعقائد والمبادئ والأفكار فوظفتها غرس تلك العقائد والأفكار في النفوس المتعلمين دي الأسس الفلسفية طب الأسس بتاعت الاجتماعية بتؤثر لها تأثر قوي على المجتمع تؤثر على المجتمع تؤثر في المنهج تصميما وتخطيطا وتطويرا توجهه لتحقيق أهداف الحفاظ على تماسكه وهوياته وتراثه المجتمع بيبقى بتؤثر عليه أنه هو يحفظ الهوية والتراث بتاع المجتمع وتراثه وفيه انسجام مع فلسفة المجتمع طب الأسس النفسية الأسس النفسية بتهتم بالمبادئ السيكولوجية اللي تواصلت إليها الدراسات وبحوث علم النفس حول طبيعة المتعلم وخصائص نموه وحاجات وقدرات مستويات الأهداف التربوية تصنف الأهداف التربوية العامة للثلاث مستويات وهي فيه الأهداف العامة اللي هي الغايات والأهداف الوسطى اللي هي الأغراض وفيه الأهداف السلوكية اللي هي الإجرائية عندينا الأهداف مستويات الأهداف التربوية فيها أهداف العامة اللي هي الغايات الأهداف العامة الغايات الأهداف الوسطى اللي هي الأغراض والأهداف السلوكية اللي هي الإجرائية عندنا أول حاجة إلى أهداف العامة اللي هي الغايات أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد وتشير إلى تغيرات كبرى منتظرة في سلوك المتعلم بل أهداف العامة أو اللي هي الغاية الغايات أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد وتشير إلى تغيرات كبرى منتظرة في سلوك المتعلم تركز أكثر على ما يتعلمه بتركز على الشخص بتعلمه وهي مرتبطة بشكل رئيسي بفلسفة الدولة يبقى وده كان سؤال الأهداف التربوية العامة ترتبط بفلسفة رقم ده الدولة وهي ترتبط بشكل رئيسي بفلسفة الدولة وخصائص المجتمع مثل إعداد المواطن الصالح تنمية الطاقة الابتكارية الأهداف الوسطى أو الأغراض أهداف أكثر تخصصا من المستوى الأول وأقل تجريدا وتشمل الأهداف التعليمية العامة والخاصة يبتشمل الأهداف التعليمية العامة والخاصة خلال الفترة الزمنية دراسية محددة كأن تكون إسبوعا أو شهرا أو فصلا دراسيا وأحيانا تقاص بمستوى المفاهيم التي تحققها كالمفاهيم الرئيسية يبقى الأهداف الوسطى أو الأغراض بتكون أكثر تخصصا أقل تجريدا تشمل الأهداف التعليمية العامة والخاصة ووليها فترة محددة أسبوع شهر أو فصل وحيانا تقاص بمستوى المفاهيم اللي بتحققها تبقى الأهداف السلوكية أو الإجرائية وهي الإجراءات التي يتطلب من المعلمين تنفيذها تنفيذ دروس الحصص على دقها الأهداف السلوكية أو الإجرائية هي الإجراءات اللي بيتطلب من المعلمين تنفيذ دروس الحصص على دقها بل أهداف السلوكية أو الإجراءية هي الإجراءات اللي بيتطلب من المعلمين تنفيذ دروس الحصص على ضهر السعر رقم 82 صاغ المعلم الهدف التالي أن يقرأ الطالب النص الأدبي قراءة جيدة يظهر من صياغة الهدف أنه يحتاج لعنصر مهم هو رقم ألف معيار الأداء المقبول رقم به عنوان النص الأدبي رقم جيم طريق التدريس الهدف رقم دال الفعل الذي يحدد نوع الأداء هتبع الإجابة رقم ألف معيار الأداء المقبول أن يقرأ الطالب النص الأدبي قراءة جيدة ده ومحتاج إيه؟ معيار الأداء المقبول محددش النص السؤال رقم 83 الهدف التربوي هو عبارة تصف رقم ألف رقم ألف كمل معلومات لدى المتعلم رقم به السلوك المتوقع من المتعلم رقم جيم ميول ورغبات المتعلم رقم دال أهدافا يضعها المتعلم هتبع الإجابة رقم به السلوك المتوقع من المتعلم يبقى السؤال رقم 83 الهدف التربوي هو عبارة تصف السلوك المتوقع من المتعلم المهم الهدف التربوي عبارة تصف السلوك المتوقع من المتعلم السؤال رقم 84 أي التالي من شروط صياغة أهداف التعلم رقم ألف أن تصف العبارة سلوكاً قابلاً للملاحظة رقم به أن تصوغ العبارة بصيغة المبني للمجهول رقم جيم أن تصف العبارة طريقة المعلم في التدريس رقم دال أن تراعي العبارة الفروق الفردية من الطلاب يبقى أي التالي من شروط صياغة أهداف التعلم رقم ألف تصف العبارة سلوكاً قابلاً للملاحظة الشروط صياغة أهداف التعلم انتصف العبارة سلوك قابل للملاحظة السؤال رقم 85 المجال الذي يختص بالمعارف والمعلومات التي تقتضي تعديلات في السلوك اللفظي والمعرفي للمتعلم رقم ألف الإدراكي المعرفي ولا رقم به الوجداني ولا رقم جيمي المهاري ولا رقم دال النفس حركي المعارف والمعلومات تبقى المعرفي الإدراكي أو المعرفي يبقى المجال الذي يختص بالمعارف والمعلومات التي تقتضي تعديلات في السلوك اللفظي والمعرفي للمتعلم هذا هو المجال الإدراكي أو المعرفي سير رقم 86 أن يفسر الطالب سبب غليان الماء عند درجة 100 يقع الهدف السبك في المستوى رقم ألف التذكر ولا رقم به التحليل ولا رقم جيمي التقويم ولا رقم دال الفهم هتبقى الإجابة رقم دال الفهم يفسر الطالب سبب غليان الماء عند درجة 100 يقع الهدف السبك في المستوى رقم دال الفهم السؤال رقم 87 في درس عمليات الضرب صيغ الهدف التالي أن يستعمل الطالب جدول الضرب في عمليات البيع والشراء اليومية هذا الهدف حسب تصنيف فلوم ضمن الأهداف المعرفية تحت مستوى رقم واحد الفهم رقم به التقويم رقم جيمي التطبيق رقم دال التركيب هتبقى الإجابة رقم جيمي التطبيق يبقى في درس عمليات الضرب صيغ الهدف التالي أن يستعمل الطالب جدول الضرب في عمليات البيع والشراء اليومية الهدف دوت ضمن تصنيف فلوم ضمن الأهداف المعرفية تحت مستوى أني مستوى التطبيق قدرة المتعلم على نجد وتبرير الأفكار بالنسبة لهدف معين يصلنا في هذا الهدف وفقاً لتصنيف فلوم في مستوى رقم ألف الفهم رقم به التحليل رقم جيمي التركيب رقم دال التقويم هتبقى الإجابة رقم دال التقويم قدرة المتعلم على نجد وتبرير الأفكار بالنسبة لهدف معين المتعلم يقدر يبرج وينقض الأفكار بالنسبة للهدف معين يصنف هذا الهدف وفقاً لتصنيف لون في المستوى في مستوى التقويم إنه قدر يبرر وينقض الأفكار ده في التقويم عندنا الأهداف السلوكية التعليمية والإجرائية الهدف السلوكي هو عبارة أو جملة تحدد سلوكاً مرغوباً يأمل المجتمع ظهوره لدى المتعلم نتيجة مروره بخبرات تعليمية يبقى الهدف السلوكي عبارة عن جملة أو عبارة بتحدد سلوك مرغوب المجتمع عايزة تظهر في الشخص اللي بيتعلم يأمل المجتمع ظهوره لدى المتعلم نتيجة مروره بخبرات تعليمية ده الهدف السلوكي شروط صياغة الهدف الطربوي أن يكتب بلغة خالية من الأخطاء أن يكون محدداً قابلاً للملاحظة والقياس أن يصل في السلوك النهائي للمتعلم أن يشير إلى نواتج التعلم وليس عملية التعلم ودي ممكن تيجي اختيارات أو صحة وغلق أن يحدد معيار الأداء المطلوب بطريقة يمكن قياسة يبقى الشروط صياغة الهدف ودي مهمة جداً أن يكتب بلغة خالية من الأخطاء أن يكون قابل للقياس والملاحظة أن يصف سلوك النهائي للمتعلم يشير لنواتج التعلم وليس عملية التعلم أن يحدد معيار الأداء المطلوب بطريقة يمكن قياسة توازن الأهداف التربوية توازن الأهداف أمر بالغ الأهمية لذا يجب على من يسوق الأهداف أن يضمن شمولها لجميع الجوانب سواء الجسمية والعقلية والنفسية والروحية يبقى التوازن الأهداف التربوية مجالات الأهداف السلوكية عندنا تلاف مجالات مجال إدراكي أو المعرفي ومجال وجداني ومجال مهالي المجال الإدراكي أو المعرفي المعارف والمعلومات التي تقتضي تعديلات في السلوك اللفظي والمعرفي يبقى المجال المعرفي بيهتم باللفظ والمعارف والسلوك اللفظي يبقى المجال المعرفي المعارف والمعلومات التي تقتضي تعديلات في السلوك اللفظي والمعرفي تصنيف باللوم للأهداف المعرفية وتصنيف ده مهم جدا والترتيب كمان مهم التذكر أو المعرفة الفهم التطبيق التحليل التركيب التقويم تصنيف باللوم للأهداف المعرفية التذكر ده رقم واحد رقم اثنين الفهم رقم ثلاثة التطبيق رقم اربعة التحليل رقم خمسة التركيب رقم ستة التقويم التذكر أو المعرفة معرفة المعلومات والحقائق والقوانين ومن أفعالها يذكر ويسمي ويعدد دورة الأفعال مهمة في المعرفة التذكر أو المعرفة الفهم تعبير المتعلم عما تعلمه من معارف تعبير المتعلم عما تعلمه من المعارف يبقى التذكر أو المعرفة بيذكر معلومات وحقائق والقوانية دي تقدر التذكر أو المعرفة الفهم تعبير المتعلم عما تعلمه من معارف ومن أفعالها يشرح يفسر يترجم يستنتج يشرح ويفسر ويترجم ويستنتج التطبيق القدرة على استخدام ما تعلمه في مواقف جديدة التطبيق زي حل الأسئلة الرقم 87 قصدها على طول يستعمل الطارب جدول للضرب في عملية البيع والشراء يبقى طبق الحاجة القدرة على استخدام ما تعلمه في مواقف جديدة ومن أفعاله يمثل يجدول يحسب يمثل يجدول يحسب ده من التطبيق تب التحليل القدرة على تحليل المادة إلى عناصرها المكونة له تحليل القدرة على تحليل المادة إلى عناصرها المكونة لها ومن أفعالها يفرق يحلل يبرهن يبقى التحليل القدرة على تحليل المادة إلى عناصرها المكونة لها والأفعال بتاعتها يفرق ويحلل ويبرهن التركيب القدرة على وضع الأجزاء معا لتكوين كل جديد التركيب القدرة على وضع الأجزاء معا لتكوين كل جديد ومن أفعالها يشتق يبتكر يصمي طب التقويم القدرة على إصدار الحكم على شيء وفي المسأل 88 على التقويم قدرة المتعلم على نقض وتبرير الأفكار بالنسبة لهدف معين هذا التقويم القدرة على إصدار الحكم على شيء ومن أفعاله يقدر يسمي يحكم ينقض موسيقى